ازايكو يا جماعة فيه ناس بتقعد تقول لا يوسف فيه مواقض رحمن بتحصل في بلاد ايوه بتحصل في بلاد كتير ومنها في اوروبا ومنها في امريكا وحاجات زي كده شوف هي المسألة مش الترابزة اللي عليها الاكل وانه اللي معادي يتفضل واهلا وسهلا وكل سنة احنا طيبين هي المسألة الروح الحالة الجو المصري مش هتلاقي زيه هتقولي ما عشان هو الجو المصري مش هلاقيه مش عارف في امريكا ولا في كندا ولا في استراليا ولا في اوروبا ولا الجو المصري هنا مش مربوط بالجغرافيا الجو المصري هنا مربوط بروح المكان وروح البشر والافراد الجو ده هو اللي حول بالمناسبة مش بالعدد هو اللي حول المائدة بتاعت المطرية الى العالمية الحالة دي مش العدد وبس مسألة ابعد واكبر واهم واوقع من ذلك العدد سهل يعني اللي قلنا هنعمل مائدة رحمان في الصين ممكن يبقى فيها عدد اكبر ايه ده عدنان انا بحب عدنان ده اوه على فكرة اكتر واحد في البلوجرز بتوع الاكل اللي بحب هو عدنان وهتنس مرادها بحكيلكو عليه ايه المهم طبعا ده سفير كوريا الشمالية الجنوبية بيشرب من القلة بيهز راسه بنفس الهزة بتاعت عدنان على رأي الرعشة اللي بيعملها كده دي اللي انا عايز اقول لك بقى فين هي الحالة دي اللي ازدحام ده اللي ازدحام مش على الاكل اللي ازدحام على خدمة المائدة على المشاركة في المائدة مش بالاكل المشاركة بالاكل مش الناس اللي هتاكل المشاركة في تقديم الخدمات والتنظيم الحالة دي كلها هي حالة مصري